تارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وارفع القفاق أفضر يحمل النور المصدر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة تمرين رياضية لتنشيط الدورة الدموية والمساعدة للتفكير والاستعادة نبدأ التمرين الأول ترين أمام الصدر تمرين تدي 12-3-4-9-3-4-9-3-4-9-2-3-4-9-8-3-4-9-8-7-3-4-9-3-9-4-9-3-4-9-3-4-9-8-0-5-9--3-5-9-4-9-d�로-9-3-4-9-4-9-4-9-ogoacak بعدات. تمريم مع بعض. التمرين ابتدئ. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3. نبدأ التمرين مع بعض واحد ني ثلاث أربع أمام جم أمام تحت واحد ني ثلاث أربع واحد ني ثلاث أربع نوضع الوقوب ندرنا نتابع الوسط ننتقل خطوة اليمين ثم نعود المنتصب ثم ننتقل خطوة الإنساء نعود إلى المنتصب التمرين باستمرار التمرين يبتد واحد اثنين ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث ثلاث أربع من الوقوف فتح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى في الوسط ثلاث والذراع اليسرى فوق الرأس رافع الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع واحد ثلاث أربع واحد ثلاث أربع موسيقى 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 الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله ابنائي وبناتي الطلاب في مادة القرآن الكريم المقرر الثالث وبين يدينا موضوعنا في هذا اليوم هو حفظ صورة يونس من الآية 79 حتى آخرها وأيضا حفظ صورة هود من الآية الأولى حتى الآية 53 ونهدف في درسنا الهدف الأول هو التقرب إلى الله تعالى بتلاوة كتابه وحفظه أيضا الهدف الثاني أن يراجع الطالب الآيات المقررة من صورتين يونس وهود ويراعي فيها أحكام التجويد هناك عدة طرق معينة للحفظ من الطرق المعينة للحفظ الاستماع لأحد القرآن فكثرت الاستماع لآيات القرآن مما يعينك على حفظ كتابه وضبطه وأيضا ينبهك القارئ إلى الكلمات التي قد تصعب عليك أو أنك قد قرأتها قراءة خاطئة فهذا مما يعين وهو الاستماع لأحد القرآن الأمر الثاني تكرار الحفظ فلابد أن تكرر حفظك وتكثر من مراجعة القرآن وتعهده هناك عدة تنبيهات لتلاوة صحيحة الأمر الأول هو المتابعة في المصحف في أثناء التلاوة أو القراءة وأيضا التركيز على كيفية النطق الصحيح والقراءة بتأني عند التطبيق وعدم الاستعجال والأمر الأخير هو الانتباه لأعلامات المصحف وأحكام التجويد التي درستها سنراجع الآية الأول الآية الواحد والثمانون من سورة يونس سنقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السح إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله لا بد أن تنطق اللام مضمومة لا بد أن تضمها في أثناء قراءتك إن الله سيبطله إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح عمل المفسدين نقرأ الآية التي تليها الآية السابع والثمانون المقطع الذي يليه وهو الآية السابع والثمانون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين لاحظوا معي وأوحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أيضا الباء هنا لاحظوا معي هي مضمومة فلا بد أن تضمها في أثناء تلاوتك لهذه الآية بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ننتقل للمقطع الذي يليه سنسأل سؤال أريد منكم أن تأتوا بالإجابة عليه وهي أريد منكم أن تأتوا بالآية الخامسة والتسعون من صورة يونس أكمل ما بين الآيات التي أمامك الآية الرابعة والتسعون موجودة والآية السادسة والتسعون موجودة أريد منك أن تأتي بالآية الخامسة والتسعون سنبدأ العد بعد قليل أريد منك أن تأتي بالآية الخامسة والتسعون نبدأ بسم الله الآن بدأ العد أريد منك أن تأتي بالآية الخامسة والتسعون ومما يعينك على أن تأتي بهذه الآية أن تقرأ الآية التي قبلها فتكرر الآية التي قبلها حتى تأتي بهذه الآية الآن بقي القليل ننتهي من الوقت أريد منك أن تأتي بهذه الآية سينتهي الوقت أريد منكم أن تأتوا بالآية انتهى الوقت نعم أحسنتم الآية هي ولا تكونن من الذين كذبوا بآية الله فتكون من الخاسرين سنقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ننتقل للمقاطع التي تليها المقطع في آية 104 من سورة يونس سنقرأ الآية وانظروا أيضا في الآية 108 بينهما تشابهم في البداية سنقرأ الآية 104 ثم ننتقل للآية 108 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين الآية 108 سنقرأها قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل لاحظوا معي في البداية تجد هناك تشابه في هاتين الآيتين لكن يختلف فيما بعدها فهذه هي الآية 104 وهذه هي الآية 108 في آخر وجه من صورة يونس فلابد أن تفرق بينهما في أثناء القراءة وهو وجه التشابه في بداية الآية لكن ما بعدها مختلف أريد منكم أن تأتوا بالآية التي في الوسط وهي الآية 9 من صورة يهود أكمل ما بين الآيات التي أمامك أريد منك أن تأتي بهذه الآية وهي الآية التاسعة من صورة يهود الآن موجودة الآية الثامنة والموجودة الآية العاشرة سنأتي بالآية التاسعة أريد منكم أن تأتوا بها أخي وأختي الطالبة أريد منكم أن تأتوا بهذه الآية نبدأ العد بدعنا العد الآن أريد منكم أن تأتوا بهذه الآية مجرد أن تكرر هذه الآية تستطيع أن تأتي بالآية التاسعة من صورة هود حاول أن تختبر حفظك في هذه المقاطع حاول أن تختبر حفظك في ذلك الآن بقي القليل أريد منكم أن تأتوا بهذه الآية نعم انتهى الوقت أحسنتم هي الآية ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفر سنقرأ الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مادودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور لاحظوا معي في هذه الآيات هنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مادودة ليقولن هنا بالضم ثم أيضا لاحظوا معي هنا بعد ضراء مست ليقولن هنا تجد أنها مضمومة وهنا مفتوحة فلابد أن ترأي ذلك في أثناء قراءتك فلابد أن تضم الأولى وهي الآية الثامنة والآية العاشرة هي مفتوحة الآية السابع والعشرون من سورة هود سنقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا رأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين لاحظوا ما في هذه الآية فقال الذين كفروا من قومه من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا باديا الرأي باديا الرأي الياهنا لابد أن تنطقها فافتوحة باديا الرأي باديا الرأي نقرأ الآية آية الثمانية وعشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون لاحظوا معي وآتاني رحمة من عنده فلابد أن تنطقها مفتوحة بالتنوين أيضا لاحظوا معي فعميت عليكم هنا الميم مشددة بكسرة فعميت عليكم فعميت عليكم لاحظوا معيضا كلمة أنلزمكموها الألف مفتوحة والنون مضمومة واللام ساكنة وحرف الزي سا هو مكسور والميم مضمومة والكاف مضمومة والميم كذلك الثانية مضمومة والها مفتوحة فسنقرأها كذا فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون نريد منكم أن تأتوا بالآية الثالث والثلاثون من صورة هود أكمل ما بين الآيات التي أمعك هل أنت مستعد؟ الآن سنبدأ بالعد في هذه الساعة سنبدأ الععد أريد منك أن تأتي بالآية الثالث والثلاثون الآن بدأ العد أريد منكم أن تأتوا بهذه الآية الآية الثالث والثلاثون كرر هذه الآية حتى تستطيع أن تأتي بالآية التي تليها نعم أحسنتم الآن انتصف الوقت بقي القليل وينتهي الوقت أريد منكم أن تأتوا بالآية الثالث والثلاثون كرر الآية لأجل أن تأتي بهذه الآية اختبر حفظك الآن انتهى الوقت نعم أحسنتم هي الآية قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين سنقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون قال إنما يأتيكم به الله به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين الآن نقرأ هذه الآية وهي الآية الوحد والأربعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم لاحظوا معي هنا في هذه الكلمة توجد إيمالة في مجريها مجريها ومرساها بينما مرساها تجد أنها ليس فيها إيمالة فهذه لابد أن ترأيها في أثناء قراءتك فلاحظ معي مجريها ومرساها لا يتوجد فيها إيمالة فلابد أن تكون هنا إيمالة في هذه الآية الآية التي تليها الآية الثاني والأربعون من سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين لاحظ معي يا بني اركم معنا اركم معنا تجد أن الباء ساكنة فتدغم بالميم فتقرأ هكذا لأن الميم هنا مشددة يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا أريد منكم أن تأتوا بالآية الواحد والخمسون من سورة هود أريد منكم أن تأتوا بهذه الآية الواحد والخمسون من سورة هود أكمل ما بين الآية التي أمامك أريد منك أن تأتي بهذه الآية والآية وحد وخمسون سنبدأ العد بعد قليل أريد منك أن تنتبه إلي راجع هذه الآية لأجل أن تأتي بالآية التي تريها نبدأ العد بسم الله بدأنا العد الآن أريد منك أن تأتي بالآية الواحد والخمسون من سورة هود نعم أحسنتم حاولوا أن تأتوا بهذه الآية كرر الآية انتهى الوقت أريد منكم أن تأتوا بهذه الآية الآن الآية هي أحسنتم يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تاقلوا سنقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تاقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أحسنتم أبنائي وبنات الطلاب في مراجعتكم أريد منكم أن تكرروا الآيات السابقة وتراجعوا الآيات وتكرروا هذه الآيات 20 مرة 30 مرة حتى ترى أنك قد استوفيت في الحفظ وضبطت مقطعك ومن الأمور المعينة أنك تقطع أو تجزع المقاطع نصف وجه وربع وجه ومن ثم حتى تتم حفظك وتربط بين الآيات نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم الناف والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 المترجمات التي تتحدث في المصرحات المباشرة ستجد أن العالم الإسلامي ، النجاحة ، وممارجة ، وممارجة ، وممارجة ، توجد فرصة يحصل على سبيل المشاركة نعم لكما يتحدث في السبع المنزل في 2020 حقًا على إنقاذ تدفع 15 مليون ٢٤ – ما عمله السعودية السعودية سعودة؟ كما ترون؟ الشمس إسلامية الاجتاتهين تحتها الشعبية التعاون وهم التالي ٢ – ما عمله الأحدى في ح وجود المتربة؟ تذكر هذا القرار. ولم تعتقد أنه في المساطق. عندما تتحدث المذات، حول أنه لنان. عندما تتحدث المذات، تتحدث عن لناني، نتحدث عن هذا الشخص. لا بإبماً بإبعادية. لذلك ، هنا ، مائداً ، مائد ، غارب ، مائد ، القناة ، و دعات الأ Narrative ويقافة ، نعم ، اذاacyًًا. مرة пять ، ما مائد على المكان ، ما Geschichte ، و تكون حضورًا نعمة ، أحضورًا ، صغيرًا ، أمايك ، كما ترى هنا. 6. كيف تبحث محلول المعركبة حزوج المتعارجية؟ نقال أن يتعرض المستخدوات المنزلية y تريد المزيدين. 7. كيف تبتشج المتعارجية حزوج المتعارجية؟ and we said that support growth, new business sectors and of course partners we need partners for business then after you read the passage you have some questions to be answered let's see, let's read the questions then inshallah we are going to answer them number one, what are the main strengths of the kingdom of Saudi Arabia number two, what kind of support is necessary for the kingdom's society to prepare for 2030 three, what types of events and activities will be available for citizens four, how will the educational system differ compared to the past educational system okay, remember that number five, in what way will the kingdom's geographical position affect its role in international trade number six, which factors will affect investment opportunities okay, chances I'm talking about here now, very quickly let's see the answers okay, let's start with number one the kingdom's wealth of natural resources, its Islamic family-oriented society also its strategic position and opportunities for economic growth okay, so this is the first one what about the second one the Saudi society needs to be supported by social, healthcare and educational systems that will help it raise its children in the best way possible to prepare them for the future three, cultural and entertainment events, libraries, galleries, museums, community projects okay, number four, the educational system will be updated to provide high quality learning and develop available talent and potential it will provide the knowledge and skills required by the job market okay, by the job market number four, the kingdom's, sorry, number five the kingdom's position connects the waterways of three continents okay, as you can see here talking about Europe, Africa and Asia okay, this gives it a unique advantage as a trading and transport hub okay, find number six talking about the factors now the factors include streamlined government streamlined government you should remember this okay, services that encourage the setting up of new businesses and the creation of new businesses sectors number two, sorry B, the privatization of state owned assets and agencies as you can see here okay, very good now, we will move to writing and we said that when you need to write a descriptive essay okay, what do I mean by a descriptive essay you can find this actually on pages 14 and 15 okay, let's read together B here okay, number one, starting with number one choose, you are going to choose a home to write about okay, home to write about but it can be yours or another home you know well okay, for example, your grandparents or something like that you could use this information okay, what about number two remember, you need to think about what you see okay, your eyes of course what you hear okay, feel, smell okay, in various rooms of the house okay, so you are going to use your senses in order to write the essay okay, the descriptive one okay, don't forget that number three, make notes in the chart okay, what chart you are going to see inshallah later and use them to write a descriptive essay okay, so this is your task writing a descriptive essay first, how we can use or how we can write a descriptive essay now we are going to see this is how you can write a descriptive essay and remember when you write a descriptive essay you should remember this first, brainstorm brainstorm about the topic okay, so brainstorming is much important about the topic and write down as many notes as many notes as you can about your memories and impression of the house or the place okay, you need to write notes then make an outline of your essay and decide so here you have to make an outline and decide what each paragraph or section is going to focus on for example, if you are going to write about the environment okay or for example write about the decoration or something like that also use your senses as we said earlier what you see you can see in the place okay what you can hear smell okay for example you for example painting and so on so write these notes okay in order to brainstorm and give you the outline of the paragraphs you are going to write about then include okay what does mean include it means to put inside include factual information okay some facts okay like size number of rooms and etc as well as feelings and impressions for example talking about that kitchen okay how many rooms or bedrooms do they have for example i'm talking about four to five bedrooms okay we have two kitchens for example one the basement the other on the first floor and so on so right include as many information factual information as you can okay don't forget this please visualize what does it mean to visualize okay try like to imagine something that you are in this place okay visualize what if you put something inside the room okay or something inside the kitchen and visualize the place you want to write about okay then so you can help your reader visualize it too okay you can use words or adjective to describe the place okay you make the reader visualize it very well use different senses as we said earlier okay sight feelings smell sound and taste okay in order to taste here to make it more vivid sorry and here you can use when talking about different senses why to make the reader more like 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 and attracted to the to the descriptive essay I'm talking about here then remember that smell is usually the most vivid and best retrained memory okay smell so think of the first and last things you see hear feel or smell or almost taste when you were or you when you are there okay so here this is how you can write a descriptive essay you need to to brainstorm first make notes or write notes okay include for example factual information talking about number of rooms okay also use your senses in order to write this essay of course this is the chart you are going to use in order to use your senses as we said earlier okay rooms and other places exterior garden the living room okay dining room the kitchen okay study where you they can study and so on for example I can see I can hear I can feel and or touch okay I can smell so you can write whatever you like in this chart okay in order to what in order to write a descriptive a very entertainment descriptive essay okay very good essay now we are going to move to an example or a middle example for a descriptive essay now look here at the screen my grandparents house okay the home that means the most to me okay we talked about what is the difference between home and house of course but here he used home the home that means the most to me is my grandparents house each time I go there I feel okay now he used feel I feel a sense of comfort we talked about comfort and you know the meaning of comfort and warmth now that I am in college I don't get to spend much time there okay but whenever I miss it I just imagine okay so I'm using words okay to track the reader I imagine it when you first walk into my grandparents now he's using the second paragraph to describe for example the the entrance of the house or the home okay so when you first walk into my grandparents house okay you can see for example the kitchen okay and you can see for example the living room you need to complete this or the to write your descriptive essay just like this one at the beginning you need to do this okay nice now now we will move inshallah to form meaning and function on pages 16 and 17 but now we are going to see some words that are connected words are connected with asking for understanding and giving directions okay asking for understanding and giving directions of course when I'm talking about directions it means that you are going to use to ask and give directions okay using these expressions or phrases as you can see here let's read excuse me I am looking for the school for example the school okay okay so here we use we asked for a direction okay also you can could you tell me where the school is okay so this is how you can ask for directions can you tell me how to get there also am I headed in the right direction for the school okay so this this is how you can use the expression to ask for directions what about giving now directions okay turn left or turn right okay also take a left or take a right take the first or second left when you for example you want to direct someone or you want to give him the direction go straight for a few miles okay and keep going until you see for example the supermarket and then make or take a left or take a right when you get to the supermarket then you will see the school for example if you see the supermarket again you have gone too far okay you have gone too far then you have to go back and you will see for example the school we are talking about this is how you can ask and give directions okay ask and give directions for example we said that about the school now we will move to ask someone to repeat okay to repeat something and of course understanding directions and asking someone to repeat something for example when he said turn left or turn right sometime okay you did not hear what he said you didn't hear what he said okay for example using this one could you repeat that please okay now you are asking him to repeat oh would or could you say that again here you have to use either can or could okay not both okay you have to use either one of them can or could also could or would okay too you cannot use them okay together so here as you can see could you say that again for example and what did you say about about the the directions and so on now I am asking someone to repeat okay something excuse me but I didn't catch that okay or the last part okay catch doesn't mean that you use your hand to catch something or something like that no catch you did not understand or you missed the information that he gave you excuse me but I didn't catch the last part or the part about the supermarket for example okay where I'm headed I am sorry also here I am sorry I didn't catch that again finally would you mind repeating that would you mind now I am giving you here okay the phrases and the questions that you could ask someone you could ask someone to repeat information or repeat something to you okay if you missed something or you did something you did not understand anything about for example what he said earlier very good now we will move to the third point which is expressing request now look at this picture here okay what's happening between these two this picture yeah okay now he said can I borrow your cell phone okay because this man okay curry cell phone or something like that so this man now is asking him okay to to borrow him his cell phone okay so he said can I borrow your cell phone as you can see this is how you can ask okay or expressing requests offers promises warnings and spontaneous decisions as you can see here use can and will and remember this okay use can and will for what for requests okay for requests and use will only okay for offers and promises so I can use can and will for requests and I can use will for offers and promises let's see the examples can you tell me where you live just like this one when he said can I borrow your cell phone now he's requesting something okay requesting something look can you tell me where you live also will you drive me home so this is I'm joking about here okay request then he said sure I'll draw you a map now giving him a promise or something like that okay or like offers use well with offers and promise sorry I can't I have an appointment this is how you can apologize for doing something okay what about using will with spontaneous decisions here what does mean spontaneous decisions means that you do something that automatically or directly okay well for example here now the children have left for college this house is too big for it's too big for us okay so I know he said we will downsize okay do you remember this one it means to decrease or increase yeah you need to like here I am going to take something from bigger to smaller okay bigger to smaller into an apartment here again as we said earlier how we can make offers and requests now we are going to see the future with dependent time closes okay when while and of course you should differentiate between the main close and the time close okay and of course when I am talking about the main and the time close here the time close you would see these words okay and usually when you have time close you should use present symbol with that okay for example look don't worry I'll take care of the children until you get back look I used here what which tense the present okay when he finishes look when he finishes work he will go straight home then I'll help him I'll help him with his homework while you wash okay so again we use the time close okay try to use the present tense okay and here with the main close use well as a promise okay as a promise for example I'll help him okay as soon as as it stops raining we will leave okay we will leave finally dad will come at home before we set off on our return journey okay so the main thing I'm talking about here the main close and the time close we have to use the time close in the present tense okay well of course with when before after while until as you can see here because we use them as time expressions then this is the second or sorry unit 2 listen and discuss okay make a list of what you already know about the Olympic Games okay you are going to see some facts about the Olympics as you can see medals weren't always a part of the Olympic Games medals okay to winners okay and actually is a practice that began in 1896 as you can see okay what about the youngest person that has ever competed in the Olympics was Demetrius Landers okay at 10 years old pretty good lightning the Olympic torch does not involve a match okay does not involve a match also at various times the Olympics have included such unusual events okay as swimming obstacles race okay and of course tug of war and live pigeon shooting the gold medal here I'm talking about the gold medal is not made of gold okay actually this is a fact it's actually 92.5% silver with a covering of 6 grams of gold then okay we have many facts about the Olympics here okay but we are going to see as you can see here the facts on pages 20 and 21 now we are going to move to the vocabulary very quickly okay as you can see here the first one the parade will begin with precision at the beginning number two the board game chess originated started okay number three the Eiffel Tower was built to commemorate okay to remember the man who built this one thousands of runners participate in the marathon five the new museum has revived tourism in our city number six the practice of exchanging rings during the wedding ceremony dates back to ancient times okay and here we have comprehension number one answering true and false of course the Olympic games have occurred every four years since 736 BCE which is false number two also false the host country always leads no number three a swimming obstacle race was once an Olympic yes true number four before 1896 athletes who came in first which is false five the marathon commemorates an ancient greek sporting event which is also false five number six Pheidippides fell down and died soon after completing his run yes this is true okay then we will move to grammar gerund as subjects and you should know that when you use gerunds as subjects it means that you use verbs okay with the ing at the beginning of the sentence like for example I like swimming okay so I have to use swimming for example okay or to at the beginning of the sentence as you can see a gerund or a gerund phrase can be the subject of a sentence look at here swimming uses more muscles of the body okay then watching sports isn't nearly as fun as playing them okay this is how you can use a gerund as what as a subject okay then subalative with the present perfect and we are describing something that the most okay for example using this is the most exciting sport event I have been okay I have been sorry okay and a long time so this is how you can use subalative with the present perfect with the present perfect as you can see you can train and practice saying these sentences okay and inshallah you will get the benefit from you know the superlative and the present perfect we have finished our lesson today then inshallah I need you to complete the chart here and I hope to see you inshallah at the next lesson goodbye bye 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 hi bye 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 هيا بنا إلى الدرس لاحظوا هذا ما استعرضناه بالأمس الحالات الإعرابية في النحو هناك حالة الرفع ونجد فيها هذه الموضوعات هناك حالة النصب ونجد فيها هذه الموضوعات كما ترون وهناك حالة الجزم وفيها موضوعات وحالة الجر وفيها موضوعات كذلك هنا نلاحظ أن فيه موضوع يتكرر نجده في حالة الرفع ونجده في حالة النصب ونجده في حالة الجزم ونجده في حالة الجر يا ترى ما هذا الموضوع الذي يتكرر في جميع الحالات لاحظوا هنا تابع المرفوع وهنا تابع المنصوب وهنا تابع المجزوم وهنا تابع المجرور ما قضية هذا التابع؟ ما قضية هذا الموضوع الذي نجده في كل الحالات؟ دعونا نتعرف على التوابع أهداف هذا الدرس يتوقع من الطالب بعد هذا الدرس أن يتعرف على التوابع أن يمثل لكل نوع من التوابع الأربعة أن يحدد التابع ومتبوعه في جمل معطاه وأن يضبط التابع في جمل معطاه إذن ما هذه التوابع الأربعة؟ أول هذه التوابع العطف والثاني النعت والثالث التوكيد والرابع البدل إذن هذه التوابع التي نجدها في كل حالات الإعراض تتبع المرفوع تتبع المنصوب تتبع المجزوم تتبع المجرور في العطف انظروا إلى هذا النص مرت الحضارة الإنسانية بأربع نقلات كبرى فقد بدأ الإنسان حياته صيادا يفترس ما يصادفه من الحيوانات وراعيا لما استأنسه منها فمزارعا يحرث الأرض ويستخرج خيراتها ثم صانعا ماهرا يسخر الأدلة عفوا يسخر الآلة لخدمته إذن الإنسان بدأ حياته صيادا وراعيا بعد ذلك تعلم الزراعة فأصبح مزارعا بعد مراحل تعلم الصناعة وسخر الآلة لخدمته فلو نظرنا من ناحية المعنى ومقارنة بالتاريخ الإنساني نجد أن الإنسان بدأ صيادا وراعيا تقريبا في آن واحد قد يكون أحدهما يتقدم عن الآخر لكن في تلك الحقبة لا يتضح ذلك بدقة لذلك يتوقع أنه بدأ صيادا وراعيا في الوقت نفسه أو في وقت قريب من الآخر المهم بعد ذلك بمراحل تعلم الزراعة وأصبح يحرث الأرض ويستخرج خيراتها في العصور المتأخرة كما في عصرنا هذا تعلم الصناعة فأصبح صانعا ماهرا إذا نلاحظ صيادا وراعيا في الوقت نفسه لذلك أستخدم حرف العطف الواو بعد مراحل أو مرحلة قد تكون قريبة من المرحلة التي قبلها تعلم الزراعة لذلك استعملنا حرف العطف الفاء فمزارعا بعد مراحل تعلم الصناعة فأصبح صانعا ماهرا لذلك استعملنا حرف العطف ثم لبعد الفترة الزمنية بين المزارع والصانع وكأن الفترة الزمنية بين الصياد والراعي وأنهم عاشوا أنهم عاشوا في حقبة واحدة فترة زمنية كذلك فصلت بين هذه المرحلة ومرحلة تعلم الزراعة ولكن هناك هناك مراحل بين تعلم الزراعة وتعلم الصناعة ولكن لكم تلاحظون هنا أن في العطف من الناحية الإعرابية نجد شيئا مهما فصيادا وراعيا فمزارعا ثم صانعا تقدير الكلام بدأ الإنسان صيادا وراعيا فمزارعا ثم صانعا هكذا استقيم الكلام لاحظوا أن لدينا أداة للربط بين راعيا وصيادا بين مزارعا وراعيا بين صانعا ومزارعا أداة الربط هنا بين راعيا وصيادا الواو أداة الربط بين مزارعا وراعيا الفاء أداة الربط بين صانعا ومزارعا ثم إذن هذه من حروف العطف أو أهم حروف العطف تقريبا علما أن هناك حروف عطف كثيرة طيب ماذا نلاحظ من الناحية الإعرابية صيادا منصوبا عطفنا عليه راعيا أخذ حالته الإعرابية أصبح منصوبا مثله مزارعا عطف على راعيا أصبح منصوبا كذلك صانعا عطف على مزارعا وأصبح منصوبا كذلك إذن في العطف المعطوف يتبع المعطوف عليه بالإعراب كما نلاحظ في هذا النص كذلك الإسم يتبع الإسم راعيا صيادا مزارعا صانعا كل هذه أسماء نلاحظ في الأفعال يستخرج عطف على يحرث الفعل المضارع عطف على الفعل المضارع إذن لدينا ثلاثة أشياء الحرف العطف الذي هو الواو والفا وثم هنا لدينا المعطوف الذي هو المتأخر التابع لما قبله أي التابع للمعطوف عليه فصيادا هنا يعتبر معطوف عليه راعيا معطوف على صيادا مزارعا معطوف على راعيا صانعا معطوف على مزارعا يستخرج معطوف على يحرث إذن لدينا ثلاثة أشياء في العطف حرف العطف المعطوف المعطوف عليه ولا ننسى الأهم من هذه الأشياء كلها أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في حالة الإعراب إذا كان مرفوعا يكون مرفوعا إذا كان منصوبا يكون منصوبا إذا كان مجرورا يكون مجرورا إذا كان مجزوما يكون مجزوما وننتقل إلى التابع الثاني الذي هو الصفة لاحظوا هذه العمثلة إننا خاف من ربنا يوما عبوسا انظروا هنا الصفة عبوسا للموصوف الذي هو اليوم للظرف المنصوب يوما ولدان مخلدون إذن لدينا هنا صفة للموصوف ولدان الذي يعد فاعلا هنا فاعل يطوف عينان نضاختان لدينا صفة نضاختان صفة للعينان للعينين عفوا إذن عينان موصوف وهو في الإعراب مبتدى مؤخر مرفوع على مترفعها الألف لأنه مثنى الصفة هنا كذلك نضاختان صفة مرفوعة وعلى مترفعها الألف لأنها مثنى طيب إذن نلاحظ هنا أن الصفة تتبع الموصوف إعرابيا هنا عبوسا تبعت الظرف منصوبة لأن الموصوف الذي هو الظرف منصوب هنا مخلدون الصفة مرفوعة لأنها تبعت الفاعل المرفوع ولدان نضاختان صفة مرفوعة لأنها تبعت المبتدى المؤخر الموصوف عينان وهكذا نجد أن الصفة تتبع الموصوف في الإعراب وهنا نجد المعطوف يتبع المعطوف عليه كذلك في الإعراب نأتي إلى التوكيد وهو أحد التوابع ظهر الحق ظهر الحق حضر الضيوف كلهم قبلت الملك نفسه أعجبت باللاعبين جميعهم لاحظوا هنا من خلال هذه الأمثلة ألا تلاحظون أمرين الأمر الأول في المثال الأول نجد تكرار لللفظ ظهر الحق الغاية من الجملة الثانية أو اللفظ المكرر توكيد الجملة الأولى هذا النوع من التوكيد يسمى بالتوكيد اللفظي ونذهب إلى القسم الثاني حضر الضيوف كلهم قبلت الملك نفسه أعجبت باللاعبين جميعهم قبل الإعراب نلاحظ شيء آخر كل نفس جميع ألفاظ يعني معينة هذه هي ألفاظ التوكيد المعنوي التوكيد المعنوي له ألفاظ محددة نفس جميع عين كل عامة كافة هي ألفاظ معدودة تؤكد الكلام أو يؤتى بها لتؤكد الكلام نذهب إلى الناحية الإعرابية لاحظوا في التوكيد اللفظي ظهر الحق ظهر الحق الجملة الأولى فعل ماضي وفاعل الجملة الثانية فعل كذلك فعل ماض وفاعل إذن الجملة الثانية التابعة للجملة الأولى في التوكيد المعنوي أمثلة التوكيد المعنوي حضر الضيوف كلهم لاحظوا كل مرفوع اللفظ هنا الذي هو لفظ التوكيد لماذا مرفوع لأنه تابع للمؤكد الذي هو الضيوف المؤكد فاعل مرفوع لاحظوا هنا قبلت للملك نفسه لاحظوا لفظ التوكيد هنا نفسه منصوب لماذا لأنه تابع للمؤكد الذي هو لفظ الملك هنا مفعول به لاحظوا هنا أعجبت باللاعبين جميعهم جميع هنا التوكيد هنا مجرور لماذا لأنه تابع للمؤكد الذي هو اسم مجرور طبعا هنا المؤكد اسم مجرور علامة جرها الياء لأنه جمع مذكر سالم وهكذا نجد أن الفاظ التوكيد تتبع للمؤكد فهو تابع مثل العطف والنعت وننتقل إلى القسم الأخير من التوكيد الذي هو قسم البدل لاحظوا هنا نصر الله بالخليفة نصر الله الإسلام بالخليفة عمر عالج الطبيب المريض رأسه أعجبني زيد خلقه دعوا الإعراب أخيرا نذهب إلى المعنى هنا ما رأيكم بهذه الجملة نصر الله الإسلام بالخليفة عمر الخليفة هو عمر وعمر هو الخليفة لذلك أطلق على هذا النوع من التوكيد من البدل بدل كل من كل نذهب إلى المثال الثاني عالج الطبيب المريض رأسه لاحظوا أن الرأس جزء من الجسم إذن هذا النوع من البدل أطلق عليه بدل البعض من الكل أو بدل جزء من كل وفي المثال الأخير أعجبني زيد علمه العلم ليس جزء من زيد وليس بدل كل هذا النوع من من البدل أطلق عليه بدل الاجتمال فالعلم شيء يعني يتعلق بزيد أو صفة من صفات زيد إذن هذا هو البدل ومن الناحية الإعرابية لاحظوا عمر هنا مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف لماذا جر عمر هنا البدل لأن المبدل منه الخليفة مجرور هنا رأسه رأسه البدل منصوب لماذا لأن المبدل منه المريضة مفؤول به منصوب منصوب خلق مرفوع لماذا لأن المبدل منه زيد مرفوع فاعل وهكذا نرى أن هذه التوابع كلها تتبع لما قبلها ولذلك سميت بالتوابع فكما شاهدنا هنا البدل يتبع المبدل منه هنا التوكيد يتبع المؤكد هنا الصفة تتبع الموصوف هنا المعطوف يتبع المعطوف عليه وإلى هنا ينتهي درسنا نلتقيكم غدا بمشيئة الله في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الطلاب أخواتي الطالبات حياكم الله وبياكم ومع درس من دروس الكراءات ودرس هذا اليوم تعلق بأصول في قراءة نافع براويه قالون وورش وبإذن الله في هذا الدرس نأتي على بعض الأصول التي بإذن الله نقف عليها من خلال النظر في أوجه الاتفاق بين الراويين وأوجه الاختلاف فعلى بركة الله نأتي معا إلى هذا الدرس ومع الأهداف التي بإذن الله نرجو أن تكون حاضرة من خلال هذا الدرس وهذه الهداف أمامكم كما تشاهدونها أربعة أهداف هي أبرز الأهداف التي ننشد بإذن الله من خلالها أن تكون حاضرة الهدف الأول أن يتعرف المتلقي على أصول قراءة أهل إمام نافع براويه طبعا قالون وورش فيتعرف على هذه الأصول أكثر وأكثر كذلك أيضا من الأهداف أن يتفنن المتلقي في هذه الأصول ويتقينها فيكون عنده تفنن نوع إتقان لأنه دخل مرحلة التمييز والتفريق بين الروايتين كذلك أيضا من أبرز الأهداف أن يزداد المتلقي قوة في الأداء والتلاوة والقراءة للراويين عن نافع رحمه الله تعالى كذلك أيضا من الأهداف أن يتدرب المتلقي على معرفة القراءة من خلال أبيات الشاطبية هذه هي أبرز الأهداف التي نرجو الله تعالى أن تكون متحقيقة من خلال هذا الدرس وعلى بركة الله تعالى نأتي إلى أول تطبيق وأول محور من محاور هذا الدرس وهو كما تشاهدون سؤال عن أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين قالون وورش في الأصول التي أمامكم هاء الكناية والمد والقصر طبعا نأتي على أوجه الاتفاق نذكر أوجه الاتفاق لأنهما رويا عن إمام واحد وهو نافع فنذكر أوجه الاتفاق ثم نذكر أوجه الاختلاف إن كان ثم وجه اختلاف بينهما طبعا اتفق الراويان في المد اللازم والعارض للسكون المد اللازم يمدانه مد مشبعا ست حركات وكذلك في المد العارض للسكون الذي يكون لأجل السكون العارض فلهما جميعا القصر حركتين والتوسط أربع حركات والإشباع ست حركات كما تعلمون في هذا كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين حركتين العالمين أربع العالمين ست حركات والمد اللازم معروف بأنواعه لن ندخل في تفاصيل هذا الأمر أيضا اتفق والراويان قالون وورش في عدم صلة هاء الكناية التي بعدها ساكن نحو قولي جل وعلا وله الكبرياء وله الكبرياء فإذا كان الحرف الذي بعد هاء الكناية ساكنا فإنهما لا يقرآن بالصلة في هاء الكناية سواء كان الذي قبلها متحرك أو ساكن المهم أن ننظر إلى الحرف الذي يعقب هاء الكناية كذلك اتفق الراويان قالون وورش على صلة هاء الكناية على الصلة إذا كان بعدها حرف متحرك ومثاله عنده أجر لاحظ معي أجر الهمزة متحركة عنده أجر فهنا يقرآن بالصلة وكل على مذهبه في المد المنفصل لأن أصبح عندنا مد منفصل فقالون له القصر وله التوسط وورش له الإشباع في المد المنفصل كذلك الآن نأتي على أوجه الاختلاف بينهما اختلف في هاء الكناية إذا جاء بعدها همزة في مقدار المد كما بيّنت قبل قليل كل على حسب مذهبه في المد فقلنا قالون له القصر وله التوسط وورش له الإشباع في المد المنفصل نأتي أيضا على أمر آخر متعلق بالاختلاف في هذين الأصلين اختلف الراوية قالون وورش في بعض المواضع لهاء الكناية نحو أرجه ويتقه سأتي بإذن الله على هذه الاختلافات في تطبيقات قادمة في هذا الدرس بإذن الله المقصود أنك تعرف أوجه الاتفاق ثم تحدد أوجه الاختلاف حتى يكون عندك تمييز لهذين الراويين في أصولهما وكذلك في فرشهما إذن هذا ما يتعلق بهذا التطبيق أنتقلوا وإياكم محبة الكرام إلى تطبيق آخر في هذا الدرس وهو كما تشاهدون متعلق بأبيات الشاطبية وأنا كثيرا أهتم وأعتني وأؤكد على جميع المتلقين للكراءات أن يعنوا بأبيات الشاطبية لأنها تعينهم بإذن الله على استذكار واستحضار أصول الروات وكذلك فرشهم قال الشاطبي وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا هؤلاء الذين رمز لهم بالفا والصاد والحا هؤلاء قال في قراءاتهم أنهم قرأوا بإسكان الها في هذه المواضع يؤده مع نوله مع نصله وهذه مواضع من أهل كتاب من إن تأمنه بكنطار يؤده إليك كذلك الآية نوله ما تولى ونصله جهنم كذلك نؤته منها في سورة آل عمران فهؤلاء المرموز لهم قرأوا بالإسكان قال وعنهم يعني عن هؤلاء المرموز لهم في البيت الأول وعن حفص فألقه ويتقه كذلك بالإسكان في هذه الهاءات حما صفوه قوم بخلف وأنهلا لاحظنا عندنا بخلف ألباء هنا جاءت في بيان الخلف هؤلاء الذي يعنينا أن نبين مذهب قالون فقالون له لم يذكر مع هؤلاء المسكنين فقالون له الصلة إلا في مواضع هذه الكلمات المذكورة هذه مما استثنية لقالون فقالون يقرأها بالإسكان يؤده نوله نصله نؤته بخلاف ورش فإن ورشا يقرأها بالصلة يقرأ هذه الهاءات أو هذه الكلمات التي فيها كناية بالصلة هذا ما يتعلق كما تشاهدون أمامكم يؤده نوله نصله نؤته فألقه طبعا هنا يتقه بكسر القافي وعند ورش بكسر القافي والصلة في الهاء يتقه أما قالون يتقه بكسر القاف وإسكان الهاء وعدم الصلة هذا ما يتعلق بهذا هذا التطبيق المتعلق بهاء الكناية وكيفية معرفة مذهب الرواة أو القراء من خلال أبيات الشاطبية أنتقلوا أيهاكم إلى تطبيق آخر من التطبيقات المتعلقة بهذا الدرس وهو كما تشاهدون أبياتنا الشاطبية كذلك نريد أن نتعرف من خلالها على مذهب هذين الراويين البيت الأول قول الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا طبعا هذا في باب المد القصر فذكر قبلها أبيات متعلقة بأنواع المد ثم جاء في ذكر المد المنفصل فقال فإي ينفصل يعني إذا كان المد مد منفصلا ما المذهب أو من القراء الذين أو ما مذهب القراء في ذلك هنا قال فالقصر يعني اقرأ بالقصر لمن للمرموز لهم بهذه الرموز والذي يعنينا هو رمز الباء لقالون يعني أن قالون يقرأ بالقصر في المد المنفصل قال بادره طالبا الطاع طبعا للدوري عن أبي عمر وقال بخلفهما أن هذين الراويين لهم الخلف يعني لهم القصر في المد المنفصل ولهم التوسط لأنه قال بخلفهما ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بهذا البيت في إتمامه فمن هذا البيت عرفنا مذهب من مذهب قالون في المد المنفصل وأن قالون وجهين في المد المنفصل له القصر حركتين وله التوسط أربع حركات أما ورش فتعلمون أن مذهبه في جميع المدود هو الإشباع ما عدا المد البدل له فيه القصر والتوسط والإشباع نأتي على البيت الذي بعده ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلة هذا البيت يتحدث عن ماذا عن اتيان كلمة أنا وبعدها همزة قطع وهذه الهمزة قد تكون مضمومة قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة فأمامنا المثال الأول وأنا أول المسلمين لاحظ أن أول الهمزة فيه مفتوحة المثال الثاني قال أنا أحيي لاحظ معي الهمزة مضمومة وهنا قال إن أنا إلا نذير الهمزة التي بعد أنا مكسورة هنا قال الشاطبي ومد أنا يعني تمد أنا أنا سواء قالون أو ورش وكل على مذهبه في المد المنفصل لكن كلا الراويين يمداني أنا لاحظ قال ومد أنا في الوصل طبعاً 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 إذا وقف عليها لا يمد إذا وقف إختباراً أو إضطراراً فهنا لا يمد سواء لقالون أو لورش وإنما هذا الحكم في حال حكم المد في حال الصلة هنا قال ومد أنا في الوصل مع ضم همزة لاحظ معي أنا أحيي هذا مثال مع ضم همزة كذلك وفتح في قوله تعالى وأنا أول المسلمين والخلف في الكسر بجلة يعني أن في ما يتعلق بإتيان همزة مكسورة بعد أنا هي فيها الخلف لمن لمرموز له بالباء يعني قالون يعني ورش له المد في جميع المواضع التي أمامكم سواء كان بعد أنا همزة قطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة إلا أن قالون له في المكسورة وجهان له فيها وجهان له فيها المد وعدم المد إذن هذا ما يتعلق بهذا البيت ومذهب هذين الراويين من خلال هذا البيت من الشاطبية وبهذا أصبح عندنا مكنة وقدرة بإذن الله تعالى على استخراج مذاهب القراء من خلال أبيات الشاطبية أنتقلوا إياكم بعد هذا إلى هذا التطبيق الذي هو لب الدرس وبيت القصيد ومحط الراحل كما يقال ومقصود أن نقرأ هذه الآيات لنافع براويه هنا أشبه بالجمع بين الراويين إن صح التعبير حتى نقف على أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الراويين طبعا المقدم في الأداء هو قالون نقرأ لقالون نقرأ بقصر المنفصل لقالون وعدم الصلاة في ميم الجمع حتى لا تتكثر علينا الاختلافات وهذا عندكم معروف ومتقرر نقرأ لقالون ثم نعطف عليه ورشا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لاحظنا أخواني الطلاب أخواتي الطالبات من خلال هذه التلاوة الفرق بين الراويين عن نافع رحم الله الجميع نأتي على تطبيق آخر أيضا يكون فيه مكنة بإذن الله وإتقان لهذه الأصول عن هذين الراويين وكونوا معي في هذا التطبيق أيضا نقرأ هذه الآيات بروايتي قالون وورش وننتبه إلى الاختلاف والاتفاق بين هذين الراويين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وغنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذا أحبات الكرام أيها الطلاب والطالبات نلاحظ من خلال هذا التطبيق والذي قبله أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين هذين الراويين قالون وورش عن نافع المدني وهذا يعطيك بإذن الله تعالى أكثر تمييز وأكثر تفريق بين أصول رواية قالون وأصول رواية ورش عن نافع المدني والله أسأل لي ولكم التوفيق والإعانة وأن يكون هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ونسترجع بان يسر لنا حفظ هذا القرآن العظيم وايضا نشكر الله على هذه النعمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من نعم الله علينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي تكلمت عن قاعدة التكرار بالامس اشتركوا في القناة 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 ليسهل الحفظ وسأتحدث أيضا عن هذا لاحقا بإذن الله تعالى كل يوم سنأخذ بعض النقاط لنناقشها سويا لا ننسى استخدام الجدول بالأمس كان لدينا وقفات حول سورة مريم وطاها لا تنسوا اليوم سورة الأنبياء نضعها في الحسبان يا ترى ماذا خلف هذا الاستفهم يلا تأملوا معي تصحيح القراءة أنا أتكلم عن الحفظ إذن السؤال يقول لماذا القراءة الصحيحة هنا مقدمة على الحفظ لماذا أجيبوني لماذا القراءة الصحيحة مقدمة على الحفظ لماذا أحفظ لاحظوا معي لو حفظت سورة لو سورة قصيرة وأنا أحفظ كل حفظي كل قراءتي فيها لحظة أخطاء الحركة أصبحت الضمة كسرة والكسرة ضمة وأصبح هناك اختلال في الأحكام التجويدية وفي الألفاظ وهكذا هل هذا الحفظ سيكون سليما؟ هل ترون أن هذا الحفظ سيكون سليما؟ نعم لا يمكن أن يكون هذا الحفظ سليما فبه إلا كالبدن بالضبط فلابد أن يكون الحفظ أساسه سليم سليم عن طريق القراءة صحيحة القراءة الصحيحة تساعد على تثبيت الحفظ تصحيح القراءة يساعد على تثبيت الحفظ لو جب مثلا لاحظوا قررنا بين أثنين أحدهما يحفظ بدون أي تصحيح يريد الحفظ فقط أما الآخر قد يكون استغرق وقت طويلا لكنه قبل أن يحفظ السورة أو الجزء المقرر ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أصبح يصحح طبعا يصحح على يد معلم على يد متقن على يد من يعني يكون ملما بالقرآن وأحكامه فأصبح يصحح له يصحح له لاحظوا أنتم اللي مسك الآيات على طول وأصبح يقرأها بسرعة 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 والآخر يردد ويتابع وينظر الحركة هذه كانت هنا فيها خطأ والحكم هنا والمخرج هنا نسبة الحفظ تحققت أثناء تصحيح القراءة بنسبة قد لا تقل عن ثلاثين بالمئة لكن الآخر لذلك من يقرأ بدون تصحيح يقرأ على خطأ نسبة فقدان القرآن عنده سريعة فلذلك هناك علاقة بين أن يكون هناك القراءة صحيحة وأيضا الحفظ كيف يمكن تحقق ذلك ذكرته الآن من انتبه المنتبه لكلامي ذكرته قبل قليل وأنا أشرح لكم المثال كيف يمكن أن أحقق ذلك نعم بالبحث عن من يسمعني عن من يسمع قراءتي لأنني لا بد أن أقع في الخطأ أي كان فمن يسمعني طبعا ممن تتوفر فيه الصفات التي يستحق بها أو التي يتصف عفوا بها بأن له القدرة على تصويب الأخطاء ملم بالتجويد حافظ للقرآن بهذه الطريقة أستطيع أن أصوب أخطائي لا بد إذن من القراءة الصحيحة ثبت حفظك تصحيح القراءة الآن طبعا أنتم حافظتم هذه السورة ونحن اليوم نقف عليها أريد منكم تسمي هذه الآيات الآن يلا يلا من سيسمعني هذه الآيات نعم تفضلي بارك الله فيك تفضلي أسمعك نعم نعم أحسنتي بارك الله ممتاز قراءة جميلة ورائعة لكن تحتاج إلى أمر نذكره دائما في آداب التلاوة ما هو قد استعجلت ما هو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا بد من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم انتبهوا مع البسملة لأن الشيطان يتسلط على العبد إذا نعم نعم أراد أن يحفظ القرآن الكريم ليشغله وعن ذلك طيب لنسمع سويا الآن هذا الجزء وأيضا البقية يركزون مع ما سنراجعه الآن لا أريد منكم النظر إلى المصحف لا أريد النظر إلى المصحف ولكن أريد إصغاء السمع فقط لماذا لاكتشاف إذا كان هناك أي خطأ عادة أو أنتم تقرؤون هذه الآيات أو بعض الكلمات أم لا استمعوا معي بسم الله الرحمن الرحيم إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بارك الله فيكم نتابع الآن السؤال التالي فهم الآيات فهم الآيات إذن أنا لاحظت عدة قواعد تطرقت إليها ما العلاقة بين ما أحفظه وبين ما أفهمه من الآيات هناك علاقة طيب كنوا معي الآن لو أنا اخترت لكم هذا الجزء لاحظوا معي تأملوا من الآية ثلاثين من الآية ثلاثين من سورة الأنبياء كنوا معي لو أنا أريد أن أحفظ أو أستمر في حفظ هذه الآيات لكن لا أفهم معنى ففتقناهما ماذا تعني ماذا تعني هذه الآية ما محنى في جاجا سبلا وما هي الرواسي وهكذا أسأل وأطلع لكن لا أفهم لا أفهم ماذا الآيات تدور أنا لا أفهم معنى هذه الكلمات هل سيؤثر ذلك على ثبات حفظي أم لا تخيلوا معي أنا أحفظ بدون أن أفهم إذن سيتعرض حفظي للنسيان أحسنتم بارك الله فيكم ولذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها لا بد من التدبر والتأمل طيب لنراجع سويا هذه الكلمة ففتقناهما ففتقناهما ماذا تعني أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فصلنا بينهما نعم ممتاز فجاجا سبلا نعم الطرق الواسعة الرواسي وهي الجبال الثوابت وهكذا أفهم وأتأمل وأتدبر وأنا أحفظ لا أحفظ فقط كلمات وحروف بدون أن أفهم المعاني لأن هذا سيؤثر على حفظي فهذا مدعاة لثبات الحفظ بارك الله فيكم طيب النقطة الأخرى معرفة أحكام التجويد أنا في حفظ فلماذا أتعلم التجويد لماذا لا بد من معرفة أحكام التجويد لماذا لماذا ما هو دور التجويد لاحظوا أنتوا معي الآن لاحظوا قارنوا قارنوا بين ماذا ما سيحدث الآن قارنوا الآن لاحظوا الآن سأقرأ لكم الآية ثلاثة وثمانين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمعوني وأيو بيذ نادى ربه أني مسني الضر وانت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ما رأيكم بهذه التلاوة هل تحسون فيها بلذة هل تتوقعون أن مثل هذه القراءة السريعة الهذرة ستؤدي إلى ثبات حفظي أو سأتلذذ بسماع القرآن القرآن كلام خير خير الكلام يحتاج منا إلى البذل فليست قصة أقرأها ولا كتاب أي كتاب أقرأه فلا بد أن يكون له نعم ميزات خاصة كلام الله عز وجل أنا قرأتها لكم بسرعة لكن اسمعوا الآن اسمعوا الآن معي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين لاحظتم الفرق بين قراءتي منذ قليل وقراءة المقرأ الفرق واضح فإذا ننتبه إلى معرفة الأحكام التجويدية طيب سأسألكم ما الحكم التجويد الآن في كلمة من يغوصون يلا تفضلي نعم أحسنت إدغام كامل بغنة بارك الله فيك طيب هنا إذ نادى ربه أني ما الحكم هنا يلا تفضلي يلا تفضلي ممتاز لاحظت بارك الله فيها لاحظت مد الصلة الكبرى ممتازة طيب هنا اجتملت ترى هنا على عدة أحكام انتبهوا معي رحمة من عندنا لدي ثلاث في هذه الكلمة يلا من يذكر لي هذه الأحكام نعم تفضلي نعم إدغام وإظهار وإخفاء أحسنتي بارك الله فيك هنا أيضا وزكريا إذ نادى لاحظت المد ما نوع المد يلا تغذي راجع الآن ما نوع المد تفضلي سنرى أحسنتي ممتازة مد جائز منفصل بارك الله فيكم كل هذا يساعدني على ثبات حفظه ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو شاق وهو عليه شاق له أجران متفق عليه هنا أريد منكم أن تقيموا حفظكم يا ترى من هو سيصل إلى انتياز أو جيد جدا أو جيد من خلال هذه الآية من الآية مئة وسبعة إلى المئة واثنعش أسمى وحفظكم نعم أستمع إليكم ممتاز بارك الله فيكم فعلا أنتم ما شاء الله عليكم أتقنتم الحفظ وطبقتم القواعد التي دائما نذكرها بارك الله فيكم شكر وتقدير مني لكم جميعا على تمييزكم وعلى مشاركاتكم وعلى حفظكم إلى أن ألقاكم غدا بإذن الله تعالى لا تنسوا مراجعة الآيات اللاحقة والسور اللاحقة استودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد حياكم الله أخواني الطلاب في درس اليوم سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد مستعينين به جل في علاه أخواني الطلاب موضوع درس اليوم كما هو ظاهر أمامك أخواني الطلاب نتكلم فيه في مادة علم القرآن موضوع الدرس الوحدة الثانية الدرس الثالث والرابع والخامس والسادس بإذن الله تعالى نأتي عليها في درس اليوم فنبدأ مستعينين بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية الدرس الثالث والرابع والخامس والسادس أولا نتكلم بإذن الله تعالى عن الوحي كذلك عن التعريف بالقرآن الكريم كذلك عن خصائص القرآن الكريم كذلك عن فضائل القرآن الكريم إذن أخوانا الطلاب ظاهرة أمامكم الدروس التي سنتناولها بإذن الله تعالى في درس اليوم سألين الله تعالى التوفيق والسداد الوحي التعريف بالقرآن الكريم خصائص القرآن الكريم فضائل القرآن الكريم أولا الوحي الوحي أخوان الطلاب تعريف الوحي الوحي تعريفه لغة واصطلاحا ناتي لا تعريف الوحي لغة هو الخفاء والسرعة إذن تعريف الوحي لغة الخفاء والسرعة اصطلاحا تعريف الوحي اصطلاحا إعلام الله لأحد أنبيائه بتشريع أو نحوه إذن أخوان الطلاب ظاهرون أمامكم تعريف الوحي لغة واصطلاح لغة بمعنى الخفاء والسرعة واصطلاحا بمعنى إعلام الله لأحد أنبيائه بتشريع أو نحوه كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى جبريل عليه السلام بالقرآن تلقى جبريل عليه السلام القرآن سماعا من الله تعالى بألفاظه ومعانيه فجبريل عليه السلام الله جل وعلا تكلم سبحانه وتعالى بالقرآن حقيقة جل في علاه والقرآن أنزله الله تعالى أو أوحى الله تعالى به إلى جبريل عليه السلام وجبريل نزله على محمد صلى الله عليه وسلم إذن كيف أوحى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام بالقرآن يكون تلقى جبريل عليه السلام القرآن سماعا من الله تعالى بألفاظه ومعانيه فإذا أراد الله تعالى الوحي أخذت السماوات منه رجفة ورعدة شديدة ثم يكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله تعالى إليه بما أراد ثم بعد ذلك جبريل يتنزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين كذلك أخوانا الطلاب كيفية نزول جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم لقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل تعلما ومدارسة مباشرة كما سمعه من الله تعالى فتلقى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن من جبريل تعلما ومدارسة مباشرة كما سمعه من الله تعالى جبريل سمع القرآن وأوحى به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام صور نزول جبريل عليه السلام بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صور لنزوله أدت صور منها أولا أن يظهر جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم في صورة الحقيقية الملكية ثانيا أن يظهر في صورة إنسان أي جبريل يراه الحاضرون ويستمعون إليه ثالثا أن يهبط على الرسول عليه الصلاة والسلام يهبط جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خفية فلا يرى ولكن يظهر أثر الوحي وأثر التغير على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر ثقل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام التعريف بالقرآن الكريم ناتي وإياكم إلى التعريف بالقرآن الكريم أولاً القرآن الكريم تعريفه هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس إذن هو كلام الله تعالى منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومتعبد بتلاوته فكل حرف لقارئه فيه أجر ومعجز تحدى الله تعالى به الإنس والجن كذلكم مبدوء بصورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ومختوم بصورة الناس قل أعوذ ربي الناس أسماء القرآن الكريم للقرآن الكريم أسماء أسماء القرآن توقيفية لاحظ مع أخي الطالب أن أسماء القرآن توقيفية ما معنى توقيفية؟ نقول معناها فلا نسميه أو نصفه إلا بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فلا نسمي القرآن بأي اسم إلا إذا كان هناك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلكم الوصف لا نصف القرآن إلا بدليل من الكتاب أو السنة وردت للقرآن الكريم أخوانا الطلاب أسماء وصفات كثيرة اختصها الله لهذا الكتاب دون سائر الكتب السماوية فكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أي كثرة الأسماء للقرآن تدل على شرف القرآن وعلو منزلته ومن هذه الأسماء أولا القرآن أسماء القرآن الكريم أولا القرآن ثانيا الكتاب ثالثا الفرقان رابعا الذكر هذه أخوانا الطلاب أسماء القرآن الكريم كما هي ظاهرة أمامكم القرآن الكتاب الفرقان الذكر صفات القرآن الكريم أسماء القرآن توقيفية وصفات القرآن توقيفية صفات القرآن نقول أخوان الطلاب صفات القرآن عشر صفات أولا النور ثانيا العزيز ثالثا المبارك رابعا المجيد خامسا الموعظة سادسا الكريم سابعا المبين ثامنا المهيمن تاسعا البلاغ عاشرا الحكيم إذن هذه أخوان الطلاب صفات القرآن الكريم الفرق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية هناك فروق أخوان الطلاب بين القرآن والحديث القدسي وأخوان الطلاب القرآن الكريم ذكرنا تعريفه أما الحديث القدسي أخوان الطلاب هو الذي يقول فيه أو يقال فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو يقول في الحديث فيما يرويه عن ربه هذا كله يسمى حديثا قدسيا الفرق القرآن الكريم الأحاديث القدسية ناتي وإياكم إلى الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية أولا تحذى الله الناس أن يأتوا بمثلها القرآن الكريم تحذى الله تعالى الناس أن يأتوا بمثله أما الحديث القدسية فنقول لم يقع بها التحدي إذن هذا هو أول الفروق ثانيا القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله ومتعبد بتلاوته ومعجز بأقصر سورة منه أما الحديث القدسي فنقول لفظه ومعناه من الله لكنه ليس متعبدا بتلاوته وليس معجزا ومنه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع هذا هو أخوان الطلاب الفرق الثاني كذلكم من الفروق بين القرآن الكريم والأحديث القدسية الفرق الثالث أن القرآن الكريم منقول بطريق التواتر فهو قطعي الثبوت كله صوره وآياته وجمله ومفرداته وحروفه وحركاته وسكناته أما الحديث القدسي فنقول فلا يشترط فيه التواتر واغلبه أحاديث أحاد ظنية الثبوت كذلكم من الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي الرابع أن القرآن متعبد بتلاوته من وجهين الأول أن الصلاة لا تصح إلا به الثاني أن ثواب التلاوة ثواب عظيم وذلك أن كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها أما الحديث القدسي فنقول غير متعبد بتلاوته فالأول أنه لا يتلاف الصلاة والثاني الأحاديث ثاب قارئها ثوابا مجملا وليس كالقرآن كل حرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها فالحديث القدسي ثوابه ثوابا مجملا الخامس القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون أما الحديث القدسي يمسه من كان على وضوء أو على غير وضوء إذن أخوان الطلاب هذه الفروق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي ذكرنا خمسة فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي خصائص القرآن الكريم موضوع جديد ما هي خصائص القرآن الكريم نأتي وإياكم إلى خصائص القرآن الكريم خصائص القرآن الكريم أولا كلام الله حقيقة ثانيا المعجزة الكبرى ثالثا محفوظ من التحريف رابعا متعبد بتلاوته خامسا ناسخ لجميع الكتب السابقة سادسا ميسر من جميع الوجوه كذلكم حصول الأجر بتلاوته من خصائص القرآن الكريم وأخيرا تبيان لكل شيء من خصائص القرآن الكريم إذن أخوان الطلاب خصائص القرآن الكريم ظاهرة أمامكم كل خاصية منها تدل على عظم القرآن الكريم فضائل القرآن الكريم نقول أخوان الطلاب نأتي وإياكم إلى موضوع آخر ألوه فضائل القرآن الكريم ما هي فضائل القرآن الكريم نقول أخوان الطلاب فأقسام فضائل القرآن الكريم تنقسم فضائل القرآن الكريم إلى سبعة أقسام رئيسة هي أولاً فضائل القرآن الكريم فضائل القرآن الكريم تتعلق بمدارسته أهله وحملته قراءته وتلاوته استماعه تعلمه وتعليمه متعلقة بصوره متعلقة بآياته إذن أخوان الطلاب هذه فضائل القرآن الكريم فضائل تتعلق بمدارسته مدارست القرآن ما فضل مدارست القرآن كذلك فضائل تتعلق بأهله وحملته فضلهم فضائل تتعلق بقراءته وتلاوته أجر قراءة القرآن وتلاوته فضائل تتعلق باستماعه أجر استماعه فضائل تتعلق بتعلمه وتعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فضاء تتعلق بصوره فضل صور القرآن كذلك فضاء تتعلق بآياته آية الكرسي آخر آيتين من صورة البقرة كل ذلك أخوان الطلاب من فضاء تتعلق بالقرآن الكريم وهي ظاهرة أمامكم الاجتماع لتلاوة كتاب الله ومدارسته له فضاء عديدة ما فضل اجتماع لقراءة القرآن لمدارسة كلام الله تعالى ناتوا إياكم إلى فضاء متعلقة بفضل تلاوة القرآن بفضل مدارسته نقول أولا ذكر الله عز وجل لهم في الملأ الأعلى فالذين يجتمعون على كتاب الله تعالى وعلى تلاوته الله جل وعلا يذكرهم في ملأ أعلى خير من الملأ الذين يذكرون فيه فالله تعالى يتفضلوا بذكرين في ملأ خير من الملأ إذن هذا هو الأمر الأول ذكر الله عز وجل لهم في الملأ الأعلى ثانيا نزول السكينة على الجالسين هذا أخوان الطلاب من فضاء التلاوة القرآن كذلكم ثالثا غشيان الرحمة هذه كل أخوان الطلاب من فضائل الاجتماع لتلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته كذلكم أخيرا الملائكة تحف المجتمعين أي المجتمعين لتلاوة كتاب الله تعالى والمجتمعين لمدارسته تحفهم الملائكة أخوان الطلاب هذه أربع فضائل أمامكم لمن اجتمع لتلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته أولا ذكر الله عز وجل لهم في الملأ الأعلى ثانيا نزول السكينة على الجالسين ثالثا غشيان الرحمة رابعا الملائكة تحف المجتمعين لتلاوة القرآن ومدارسته نشاط في ختام درس اليوم وما أتينا عليه من مواضيع نأتي إلى نشاط نستذكر ما أخذناه وما درسناه اخترى جابة صحيحة أخي الطالب إعلام الله تعالى لأحد أنبيائه بتشريع أو نحوه هل هو إلهام أو وحي ذكرناه في التعارف أخوان الطلاب هل هذا يسمى إلهام أو يسمى وحي ما رأيكم؟ هل نقول يسمى إلهام أو وحي؟ أحسنتم نقول يسمى الوحي إعلام الله لأحد أنبيائه بتشريع أو نحوه يسمى الوحي ثانياً اخترى جابة صحيحة من خصائص القرآن الكريم أنه محفوظ من التحريف لا يمكن أن يحرف لذلك حاول أحدهم أن يحرف القرآن فأبطل كلامه الوراقون وردوا ما كتب من تحريف لذلك من اليهودي فأسلم إذن هل القرآن محفوظ من التحريف؟ هذه من خصائصه؟ أحسنتم نقول صواب من خصائص القرآن الكريم أنه محفوظ من التحريف ضع الرقم في المكان المناسب القرآن الكريم أولاً الحديث القدسي ثانياً ثالثاً من فضاء القرآن وأمامنا خيارات الخيار الأول نزول السكينة على الجالسين الخيار الثاني يمسو من كان على وضوء أولاء ثالثاً لا يمسو المطهرون إذن ناتي للقرآن الكريم أي الخيارات تناسب الأول أو الثاني أو الثالث؟ أحسنتم إذا الرقم واحد تتوجه إلى لا يمسوه إلا المطهرون القرآن الكريم لا يمسوه إلا المطهرون الحديث القدسي هل هو الخيار الأول أو الثاني؟ أحسنتم إذا نناسب الخيار الثاني يمسو من كان على وضوء أولاء إذن يبقى لنا خيار واحد من فضاء القرآن الكريم نقول أخوانا طلب فضاء القرآن الكريم أن نزول السكينة على الجالسين كذلكم ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة أولا تلقى جبريل عليه السلام القرآن سماعا من الله تعالى بألفاظه معانيه ما رأيكم هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم نقول عبارة صحيحة جبريل عليه السلام تلقى القرآن من الله تعالى سماعا بألفاظه ومعانيه كذلكم الوحي في اللغة هو الخفاء والسرعة ذكرنا تعريف الوحي في اللغة ما رأيكم هل هو الخفاء والسرعة؟ أحسنتم إذا نقول إجابة صحيحة الوحي في اللغة هو الخفاء والسرعة ختام أسئلة اليوم نختم به درس اليوم أخوانا الطلاب الحديث القدسي تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله ما رأيكم العبارة صحيحة مخاطئة؟ الحديث القدسي تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله أحسنتم إذن نقول العبارة خاطئة الحديث القدسي لا نقول فيه أن الله تحدى الناس أن يأتوا بمثله إنما القرآن الكريم تحدى الله الناس أن يأتوا بمثله إذن أخوانا الطلاب بختام هذا السؤال نكون قد أتينا على ختام درس اليوم سألين الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد ونقول في ختام درس اليوم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا ربنا تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم وفقنا وسددنا وارزقنا الهدى والرشاد يا ذا الجلالي والإكرام في ختام الدرس نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونصلي ونسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ثم عرفنا ايضا اول الاصول بالنسبة للدوري وهو باب الاستعادة والبسملة والاستعادة والبسملة باب يتشابه فيه اغلب القراء الا ان لديهم بعض التفصيلات وذلك في البسملة بين السورتين وما شابهها اما الاستعادة فلها صيغ معروفة سبق ودرستها في مقررات السابقة مثل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبزيادة من همزه ولمزه ونفثه وما شابهها اما البسملة فهي صيغة واحدة ليس لها اي صيغة اخرى غير هذه تكون البسملة بالنسبة للامام الدوري جائزة في بداية السور وتكون البسملة بين السورتين جائزة مع تركها ايضا وله فيها اوجه في حالة الوصل فله بترك البسملة ثلاثة اوجه له بالبسملة ثلاثة اوجه وبترك البسملة وجهين كل هذا سبق ودرسنا في الدروس الماضية اما اليوم فاننا سندرس كما ترى ميم الجمع وهاء الكناية والمد والقصر وهذه ثلاثة اصول كل اصل منها مستقل قائم بذاته تعرف انت ميم الجمع وقد سبق ودرستها اكثر من مرة ولكننا سنعرج عليها ونعرف كيف روى الدوري ميم الجمع وكيف روى الدوري هاء الكناية وكيف روى الدوري المد والقصر اي بالاصح نقول مذهبه في الرواية الدوري عن ابي عمر البصري اولا ميم الجمع كما ترى عزيزي الطالب هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين لاحظ ليس مذكرين وانما المذكرين اي جمع من الذكور يجمعهم حرف الميم هذا قلمه للواحد اما اذا كانوا اثنان فاننا نقول هذا قلمهما فان كنا نسوة نقول قلمهن فان كانوا رجالا او ذكورا فاننا نقول هذا قلمهم وهذه هي الميم التي عليها العمل فهي ميم زائدة ليست من اصل الكلمة الكلمة قلم فهذه ضمائر زائدة على الميم تدل على جمع المذكرين هذه الميم تلتحق باخر الاسماء والافعال والاحرف انظر هنا تدور بين الصلة وعدم الصلة للقراء السبعة هذه الميم تكون اما بالصلة وعدم الصلة كما درست فيما سبق لقالون اي مثلا نقول انذرتهم ام لم تنذرهم وورش يمدوا الى اخره اما بالنسبة للدور فمذهبه هنا عدم الصلة في الميم قولا واحدا هو لا يصل في الميم اطلاقا بيد ان له مذهبا اخرا فيها انظر هنا بهم الاسباب عليهم القتال اليهم اثنين تقول القاعدة ولكنه يخالف في حركة الميم والها اذا جاء بعدها ساكن وقبل الميم هاء مكسورة يقول الله عز وجل وتقطعت بهم الاسباب هكذا يقرأ حفص اما الدوري فالقاعدة تقول انه يكسر الميم والها فتكون وتقطعت بهم الاسباب اقرأ انت هذه الاية كتب اذا كنت قرأت عليهم القتال فقد اصبت لان عليهم القتال كبهم الاسباب اما هنا اقرأ تنطبق عليها الشروط مباشرة ارسلنا اليهم اثنين هكذا يروي الدوري هذه الثلاث كلمات وما شابهها اذا وقع قبل الميم هاء مكسور اذا وقع قبل الميم هاء مكسور هنا مكتوب هذا القيت مباشرة اذا ففي ميم الجمع يطابق الدوري حفصا بالتفصيل والجملة بالكامل ما عدا زيادة هذه الكلمات وتقطعت بهم الاسباب ارسلنا اليهم اثنين واضح اما حفص وتقطعت بهم الاسباب ارسلنا اليهم اثنين كتب عليهم القتال هذا حفص عليهم القتال هذا الدوري وهذا هو كل مذهبه في ميم الجمع نعود من جديد تدور بين الصلة وعدم الصلة القراء السبعة اما الدوري فيروي عدم الصلة قولا واحدا ويخالف القراء كابي عمر اذا جاء بعدها ساكن وقبل الميم هاء مكسورة وبالمثال يتضح المقال اليهم اثنين هذا كل ما في ميم الجمع نرى الان ماذا لدينا في هاء الكناية وهاء الكناية كما تعلم هي هاء زائدة ايضا دالة على مفرد مذكر غائب فالميم السابقة تدل على جمع مذكرين اما الها فهي تدل على واحد غير حاضر او لا يخاطب لحضوره غائب انظر هنا له لو كان مخاطبا قلنا لك او لنا او لي ولكنه مفرد مذكر غائب فنقول له وهذا هو الضمير هنا الها هي هاء الكناية اسمه الها هنا عائدة على غائب ليس بالمذكور يحاوره لو كان حاضرا لقلنا يحاورك اما الغائب يحاوره عزيز الطالب هذه الها قد تشتبه على البعض مثلا انظر في سورة الزلزلة او في سورة الهمزة ويل لكل همزة لمزه هذه الها اصلية الذي جمع مالا وعدده هذه هاء كناية اما لمزه فليست هاء كناية خاطب فيها شخص حاضر لا تستطيع ان تقول غير لمزه لان الكلمة هكذا لمزه اما عدده فهو عدده اي المال عددنا نحن عددك عددكما اذا فهاء الكناية تدل على مفرد مذكر غائب الان بعد ان عرفت هاء الكناية ما هو مذهب الدوري قبل ان نعرف مذهب الدوري خلاف القراء هنا في هذه الها في الاساس يدور بين الصلة وعدمها في هاء الكناية مثلا درست عند ابن كثير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اما حفص لا ريب فيه هدى للمتقين وحفص ايضا يخلد فيه مهانا الدوري يخلد فيه مهانا فيها صلة فيها عدم صلة هذا خلاف القراء الاساسي فما هو مذهب الدوري عدم الصلة الا بين المتحركين مثل حفص وغيره مثلا له ملك السماوات الجميع يصل فالدوري هنا مطابق لمذهب حفص بالاساس بيد ان خلافاتهم في بعض الكلمات المستثناء انظر هنا خالف في بعض الكلمات مثلا حفص يخلد فيه مهانا حفص قرأ بالصلة مخالفا قاعدته هو لان القراءة بالرواية اما الدوري فقد ثبت فيه يخلد فيه مهانا على القاعدة لدينا هنا بعض الكلمات انظر قول الله عز وجل يؤده اليك كيف يقرأها حفص يؤده اليك بالصلة ثم التوسط لانه وقعت بين متحركين اما الدوري فقد رواها بالسكون يؤده اليك لما قرأت بالسكون لا مجال هنا للصلة اصلا يؤده اليك هكذا يرويها الكلمة الثانية ومن اوفى بما عاهد كيف كان يقرأها حفص تتذكر عاهد عليه الله هكذا يرويها حفص عن عاصم اما الدوري فانه يرويها بالكسر ما عاهد عليه الله بالكسر عليه الله ويترتب على الفتح والكسر التغير بين التفخيم والترقيق في لفظ الجلالة الله لدينا هنا وما أنسانيه إلا الشيطان كيف يقرأها حفص بالضمة وما أنسانيه إلا الشيطان وأنسانيه بالكسر مخالفة للقاعدة ايضا لدينا ويخشى الله ويتقه فأولئك بالنسبة للدوري عن ابي عمر فانه يقرأ لاحظ القاف مكسورة والهاء تقرأ بالسكون ويخشى الله ويتقه فأولئك هكذا يرويها سكنها شبيهة ليؤده وهذه بعض الكلمات التي خالف فيها الدوري حفصا بيد أن خلافهم هذا كله مستثنيات والقاعدة الأساسية للقراء هنا هذه القاعدة تضعها عند كل قارئ وترى مذهبه مثلا لما نأتي عند ابن كثير نقول فإن له الصلة إذا وقع بعد الهاء متحرك ولي قالون أيضا قالوني وفق حفص أما ابن كثير فإنه انفرد بهذا الباب وهكذا نضع لكل إمام قاعدة الآن لدينا المد والقصر برواية الدورية عن أبي عمر باب المد والقصر عزيز الطالب ينقسم إلى قسمين كبيرين أساسيين مد سببه الهمس ومد سببه السكون وذلك أن يأتي بعد حرف المد همس أو يأتي بعد حرف المد سكون فإن جاء بعد حرف المد همس ركز معي إن جاء بعد حرف المد همس في كلمة واحدة فهذا اسمه المتصل كلمة واحدة أما إن جاء بعد حرف المد همس منفصل بكلمة أخرى فهذا اسمه المنفصل هل تذكر مذهب حفص في هذا الباب؟ طبعا من طريق الشاطبية ذكر لحفص أربعة وذكر هنا أربعة بيد أننا درسنا من طريق طيبة النشر في نهاية منهج حفص أن له حركتين من طريق الطيبة وأربع من طريق الشاطبية فلحفص حركتين وأربع في المنفصل حفص عن عاصم أما الدوري فإنه يوافق أيضا حفص في هذا الباب تماما هنا نقول المد المنفصل وتعريفه عزيزي الطالب حرف المد في كلمة والهمز في كلمة حركتين وأربع ومثال المنفصل له أمثلة كثيرة جدا أوضحها وأكثرها استشهادا دوما يا أيها أو الذي أنزل وله أمثلة كثيرة لاحظوا أن حرف المد هنا الألف حرف المد هنا الياء منفصل عن الهمزة في كلمتين كلمتين إذن منفصل فمذهب الدوري فيها حركتين وأربع لو أردنا أن نقرأ لقلنا يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين آمنوا واضح استحضر مثالا آخر وأحضره أنت للمنفصل ما أنا بالقصر والتوسط وأمثلتها كثيرة الذي أنزل الذي أوحي وأمثلتها كثيرة جدا في القرآن الآن لدينا المد المتصل ومن اسمه عزيز الطالب من اسمه اسمه متصل أي في كلمة واحدة لما اتصل لا تستطيع أن تعبث به تقرأه بالأربعة فقط أما المنفصل فيه قصر وفيه توسط تذكر دوما المتصل كلمة واحدة وحكمه واحد أربع حركات مثاله جاء ومثاله أيضا أولئك كما ترسل في المصحفها كذا ومثاله آبائهم ومثال أنت لك كثير جدا لاحظ أن حرف المد هنا والهمزة في كلمة واحدة قد يكون ألفا أو ياء أو واو نحن لسنا في معرض درس المدود ولكنه للتذكير نحن الآن نريد أن نعرف ما هو مذهب الدوري لو نظرت معي هنا وجدنا الدوري قطابق حفص هنا الدوري قطابق حفص أما المد اللازم فإن كل القراء السبعة في المد اللازم مذهبهم واحد وهو المط أو التطويل ما عدا في بعض الأحرف في قلة منها في الأحرف المقطعة لديهم بعض الروايات ولكن نأخذ على العموم أولا ما هو المد اللازم ذكرنا في بداية المدود أن له سببين مد سببه الهمز ومد سببه السكون الذي سببه السكون هو اللازم يلزم أن تمده فلما كان مد لازما تمده ستة حركات عطني مثالا عليه أول الأنثل في سورة الفاتحة الضال هذا الألف الضال اللام الساكنة أيضا لدينا الصخة والطامة كل هذه مدود لازمة كلمية أيضا لدينا ألف ألف لام ميم ولدينا ألف لام ميم را وهكذا هذه المدود تمد بمقدار ستة حركات إذن بنظرة سريعة ما الخلاف بين الدوري وحفص عن عاصم في هذا الباب الجواب أنهما للجملة متفقان تماما ليس هناك أي خلاف إذا اعتمدنا الطيبة والشاطبية حركتين وأربع في المنفصل أربع في المتصل ست حركات في المد اللازم نكون بهذا عزيز الطالب قد أخذنا أولا ميم الجمع وعرفنا ما هي ميم الجمع ميم زائدة تدل على جمع المذكرين إذن ما العمل فيها للدوري لا يغير فيها إلا إن جاء قبل الميم هاء مكسور تذكر دوما مذهب الدوري فقط في بهم الأسباب عليهم القتال وإليهم اثنين وما شابها أما البقية فإن مذهبه واضح لدينا هاء الكناية ومذهبه واضح لا يغير حفصا إلا في كلمات معدودة إما أن يكون حفصا عن عاصم هو من خالف القاعدة أو يكون الدوري هو من خالف القاعدة طبعا يا شباب أريد أن أؤكد دوما نقول خالف القاعدة وهذه مصطلحات نتعلم بها وإلا فليس لحفص ولا للدوري ولا غيره أن يأتي بشيء من عنده وإنما روى القرآن هكذا وقد وضعنا نحن قاعدة ندرسها ووضعنا لها مستثنيات فحتى نتدارس العلم قلنا خالف القاعدة أتى داخل القاعدة قرأ حفص روى حفص مذهب حفص وإلا فحفص رجل قد روى السند أو روى القراءة بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل الألفاظ كل الخلافات التي ترد بنا هي جاءت من الله عز وجل لدينا آخر أبواب حفص اليوم هو باب المد والقصر المد هو التطويل والقصر هو الحبس وله فيه المنفصل حركتين وأربعة أما في المتصل أربعة المد اللازم ففيه ست حركات وبهذا نكون قد أتممنا بهذا نكون قد أتممنا درسنا لهذا اليوم وأنهينا الوحدة التي نريد أن نتكلم عنها أشكرك على حسن إنصاتك وإستماعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر